السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السابع من مدارس هبطلة إن شاء الله بيامس في هذا الفيديو رح نكمل الجزء الثاني من درسنا الأول في الوحدة الثامنة وهو الكهرباء الساكنة طبعا يا سابع سبق وذكرنا في الفيديو السابق يامس اللي هو الجزء الأول من الدرس الكهرباء الساكنة ذكرنا عن أول طريقة من طرائق شحن الأجسام وكانت طريقة ماذا أدلك الآن يامس رح نكمل في الطريقة الثانية وهي طريقة شحن الأجسام باللمس الآن يامس لو مثلا أنا حكيت لك بين طريقة شحن الأجسام باللمس كيف بتصير عندي طريقة شحن الأجسام باللمس أول إش يامس بدك تعرف إنه هاي الطريقة بتتم بملامسة جسمين أحد هاي الجسمين مشحون والآخر غير مشحون يعني جسم متعادل بشحنات الكهربائية بيكون غير مشحون وجسم آخر بيكون إيش ماله مشحون من ثم يامس رح ينتقل جزء من الشحن الكهربائية من الجسم المشحون إلى الجسم غير المشحون إذن رح يصير في عندي يا سابع انتقال للشحنات من الجسم المشحون إلى الجسم غير المشحون ومن ثم يامس رح يصير عندي الجسمين مشحونين بنوع نفسه من الشحنات إذن أول إش كان في عندي جسم مشحون وآخر غير مشحون ومن ثم انتقل جزء من الشحن الكهربائية من الجسم المشحون يعني مثلا شاف هذا الجسم المشحون الجسمي اللي لامسه غير مشحون خلينا نحكي إجا نقله جزء من شحنات اللي موجودة فيه نقلها للجسم غير المشحون عندئذ أصبح الجسمان المشحون والغير مشحون مشحونان بالنوع نفسه من الشحنات طيب خلينا نحكي عن نوع الشحنات المتولدة عفوا عن طريق الشحن باللمس بدك تعرف أول إشية سابعة إنه تبقى الشحن على الجسم بعد زوال المؤثر يعني بس أنا أشيل الجسم اللي المشحون اللي أصلا شحن لي الجسم الغير مشحون رح تضلها الشحن على الجسم الغير مشحون اللي صار أصلا مشحون ويصبح الجسم المشحون مشحون بنفس شحنة المؤثر على سبيل المثال كان الجسم المشحون سالب اوكي رح ينقل الشحنة السالبة ويصبح الجسم المشحون والغير مشحون مشحونان بنفس نوع الشحنة طيب اوكي لو مثلا انا طرحت عليك السؤال التالي حكيت لك ماذا يحدث عند ملامسة كرة فلزية مشحونة بشحنة سالبة لكرة غير فلزية غير مشحونة عندي يمس لاحظ الشكل التالي عندي جسم طبعا هون الشحنة عندك اوكي خلينا نشرح على السؤال بداية انا سألتك سؤال حكيت لك ايش عندي رح يصير لما يتم ملامسة كرة فلزية مشحونة بشحنة سالبة لكرة فلزية غير مشحونة اول اشي بدك تعرف انه رح ينتقل جزء من الشحنة الكهربائية السالبة من الكرة المشحونة يلي كانت اصلا شحنتها سالبة لكرة غير المشحونة ورح يصيروا الكرتين مشحونات بنفس نوع شحنة اذا دائما وابدا يا سابع بالتلامس بيكون في عندي الكرتين بينشحنوا بنفس نوع الشحنة الآن انظر يمس للشكل التالي امامك عندي هدول الكرتين او الجسمين خلينا نحكي عندي هذا الجسم غير مشحون الجسم عفوا مشحون وجسم متعادل غير مشحون هلا قبل التلامس كانوا بهذا الشكل اثناء التلامس بتبدأ الشحنات بالانتقال يمس من الجسم المشحون الى الجسم غير المشحون اللي هو المتعادل بعد التلامس لاحظ كيف اصبح الجسمان مشحونان بعد فصلهما عن بعض لايك حكينا بتبقى الشحنة على الجسم بعد زوال المؤثر الآن خلينا نحكي عن الطريقة الثالثة والاخيرة يا سابع اللي هي طريقة الشحن بالحث اولا خلينا نتعرف على مفهوم طريقة الشحن بالحث طبعا يا مس هي طريقة شحن جسم متعادل باستخدام جسم اخر مشحون كنا نحكي له هو المؤثر يلي رح يأثر طبعا دائما لما احكي لك كلمة مؤثر هو بأثر على جسم اخر يعني هو رح يسبب تغيير للجسم الاخر فطريقة الشحن بالحث او التأثير هي طريقة شحن جسم متعادل اي غير مشحون باستخدام جسم اخر مشحون عن بعد ودون تلامسهما اذا هنا اللي بيميز طريقة الشحن بالحث انه ما بيكون في عندي تلامس يا سابع ما بيكون في عندي تلامس بس بتم الشحن عن بعد بتم الشحن عن بعد وبتكون يا مس الشحن المتولدة مؤقتة مجرد ما نشيل المؤثر بتروح بتزول اذا هي شحنة متولدة مؤقتة تزول بزوال المؤثر او حتى ابتعاده طيب ايش اهمية طريقة شحن الاجسام بالحث في عندي اهمية انا لطريقة شحن الاجسام بالحث اولا اللي هي او اهميتها بشكل عام هي التخلص من التخلص من الشحنات الساكن التي تظهر على سطوح بعض الاجسام اذا هي بتخلصني من الشحنات الساكنة يلي بتظهر على سطوح بعض الاجسام الان يا مس بدنا نحكي عن نوع الشحنة المتولدة عند الشحن بالحث او التأثير حكينا بطريقة اللمس انه الشحنة اللي بتتولد على الجسمين المشحون والغير مشحون بيصير نفس نوع الشحنة طب خلينا نشوف الشحنة اللي بتتولد عند الشحن بعملية الحث او التأثير هلأ اول اشي يا مس عندك بدك تعرف انه تزول الشحنة عن الجسم بعد زوال المؤثر اذا هي شحنة اشمالها يا مس مؤقتة مجرد ما نبعد المؤثر بتروح ايضا يا مس بدك تعرف انه بتصبح شحنة طرف الجسم القريب من المؤثر مشحون بنوع مخالف لشحنة المؤثر والان بس نشوف الرسم رح اشرح لك بالظبط كيف بتتم عندي عملية الشحن بالحث لاحظ اذا خليني احكي لك الطرف القريب من المؤثر بيكون مخالف على سبيل المثال كان الطرف القريب سالب مباشرة رح يكون نوع مخالف للشحنة اذا رح يكون عندي طرف القريب موجب اما يمس الطرف البعيد فهو بيحكي له او بيكون عندي شحنته مشابهة لشحنة المؤثر طيب خلينا هلأ نطرح على نفسنا السؤال الاتي لو حكيت لك يامس ماذا يحدث عند التقريب قضيب ابونايت مشحون بشحنة سالبة من كرة فلزية متعادلة شو بدو سير يا سابع لو انا جبت عندي قضيب ابونايت هذا القضيب مشحون بشحنة سالبة من كرة فلزية متعادلة شو يعني مش مشحونة لاحظ انا حكيت شو التقريب ما حكيت تلامس لان طريقة تلحظ دائما بالتقريب لاحظ عندي يا مس التالي عندك كرة موصلة معزولة غير مشحونة متعادلة هيك كانت بهذا الشكل تمام بعد هيك يا سابع انا قربت منها قضيب مشحون بشحنة سالبة من الموصل اوكي اذا هذا عندي هي القضيب المشحون تمام قربت من هاي الكرة الموصلة المعزولة الغير مشحونة لاحظ يا مس الطرف القريب عندي من المصطرة صار بشحنة مخالفة زي ما حكيت لك بالسابق صار عندي بشحنة مخالفة يعني المصطرة هون او القضيب عفوا سالب صار عندي الطرف القريب موجب والطرف البعيد لاحظ الطرف البعيد صار سالب ليش نذكر بحكيت لك بالجزء الاول من الفيديو عن التنافر والتجاذب بين الشحنات فانا هون عندي قربت مؤثر سالب رح ينجذب له الموجب لكن رح تنفر الشحنات السالبة بعيدة عن القضيب المشحون بالشحنة السالبة بينما رح تنجذب الشحنات الموجبة لهذا القضيب اللي هو المؤثر طبعا هون انا ذاكرت لك بالتفصيل كيف بتتم عملية الشحن نفس الشي بالنسبة لهاي الصورة هلأ يا مس لو حكيت لك عند تقريب قضيب بلاستيكي مشحون من كرة موصلة خفيفة معلقة بخيط رفيع منلاحظ ان اقتراب الكرة من القضيب الى ان تلامسه ثم ابتعات عنه يعني لامست ثم ابتعدت عنه شو السبب بذلك ليش صارت عندي هاي العملية ليش اقتربت الكرة من القضيب الى ان تلامسه يعني مجرد ما صارت بدأت تلامسه مباشرة ابتعدت لاحظ يا سابع انه لما نقرب قضيب مشحون من كرة موصلة متعادلة الكرة رح تنشحن بطريقة الحث وانا حكيت لك طريقة الحث عندي طريقة بتتم بدون تلامس لهيك رح تبتعد ورح تكون عندي انشحنت بشحنة مخالفة لشحنة القضيب فرح تتجاذب معه بعد ذلك وتلامسه وعند التلامس رح تاخد الكرة شحنة مشابهة لشحنة القضيب فتتنافر وتبتعد الان يا مس بدنا نعرف متى يمكن شحن الاجسام بالحث شحن دائم متل ما حكيت لك سابقا انه دائما بطريقة الحث بتكون الشحنة مؤقتة اي بتزول بزوال المؤثر طب متى ممكن تكون عندي دائمة اذا يمس وصلنا سلك في لزي في الارض واثنين ابعاد المؤثر بتتوزع الشحنات الموجبة على الجسم بصورة دائمة الان اخر موضوع رح نحكي عنه وهو الكشاف الكهربائي الكشاف الكهربائي متل ما انتوا شايفين في الصورة يا سابع عندي بيستخدم للكشف عن وجود الشحنة الكهربائية يعني مجرد ما كان في عندي شحنة كهربائية رح يكشف عن وجودها هذا الكشاف الكهربائي طبعا بيتركب يمس الكشاف الكهربائي من قرص في لزي وساق في لزية وورقتين متل ما انتوا شايفين في الشكل التالي لاحظ عندي هون انا قرص في لزي وساق وايضا ورقتين ايضا يا مس بدك تعرف انه لما يلامس جسم مشحون قرص الكشاف الفلزي يعني لما يقترب من القرص الفلزي جسم مشحون تمام ايش اللي رح يصير رح تنتقل الشحنات مباشرة للكشاف الكهربائي ومن ثم رح تنتشر الشحنات على الساق الورقيتين ومن ثم رح يتنافروا هدول الورقتين عن بعض اوكي اذا يا سابع لما يلمس الكشاف الكهربائي جسم في لزي رح تنتقل الشحنات للكشاف الكهربائي من ثم رح تنتشر على الورقتين على الساق وايضا على الورقتين ومن ثم رح يتنافروا وينفرجوا عن بعضهم مجرد ما تنافروا صار في حركة بالورقة بعرف انا انه هذا الجسم اللي قربته من الكشاف الكهربائي هو جسم مشحون هيك يا مس بنكون انهينا درسنا كامل الكهرباء الساكنة يعطيكم الف عافية